الأخطر اللي كل ما توقعناه وكل ما ذكرناه وكل قلناه لحضراتكم من سنوات تحقق نعم تحقق لما قلنا أزمة سد النهضة دي معمولة كلها لصالح إسرائيل اللي كنا بنقول لحضراتكم من سنوات تحقق أيوة معرفة الإسرائيلية وهي الصحيفة تعتبر الكبرى في إسرائيل الصحيفة العبرية بتأكد أن السيسي تواصل مع إسرائيل عام 2018 اللي احنا قلناه لك إن هو اللي حيحصل إن صحرات سيرابيوم اللي اشتغلت سنة 2016 عشان توصل المياه لسينة بعد 2015 مباشرة من توقع الاتفاقية 2016 صحرات سيرابيوم اشتغلت قلناه لك إن حيحصل إيه السيناريو اللي قلناه عليه من زمان وتكلمنا فيه ولو إنت ساعتك متابع لنا كنت أكيد حافظ دلوقتي قلناه لك القصة دي كلها على بعضها شاكب راكب بتاع الصد النهضة معمولة عشان خاطر إسرائيل قادي صحيفة معارف الإسرائيل بتعترف إن عبدالفتاح السيسى والنظام المصري 2018 من 3 سنين قعدوا مع أسرائيل عشان تفوق على إيه ما تتوسطين كده مع إسيوبيا وتيب إنت وسيط إسرائيل تدرك تماما وعارفة إن هي في النهاية حتحصد الثمرة فتعمل إيه لا ما دخلش دلوقتي كده ولسه الأزمة فأولها إسرائيل اللي رفضت أن تتدخل 2018 حين طلب السيسى من إسرائيل لتدخل مع الطرف الإيثيوبي ليه من أجل إن إحنا بقى نبدأ نتفق دخلونا حصة مصر 55 مليار وبعد كده بقى اللي فوق دول اللي فوق حيبا بعد كده حيروح لإسرائيل إسرائيل علشان بتدير الأزمة باحترافية لا سيب الأزمة الأول تتعقل تبها تتعقل رفضت إسرائيل زي ما قالت معريف إن إسرائيل تم استدعاء إسرائيل للتوسط بينهما بين مصر وأثيوبيا لكنها رفضت قالت له لا مش دلوقتي مش دلوقتي لحد ما تتعقد لحد ما كده تجي أثيوبيا تاخد منك 25 مليار متر مكعب من 55 لحد ما يبدأ يبور عندك 4 مليون فدان أو 6 مليون فدان أبدأ أدخل هنا يبقى في الحلاد الجايزة اللي أنا عايزها كإسرائيل حاخدها أنا حوصل لك المية وحاخد المية نكمل كلام معريف واللي بيبين القصة إيه الحكاية إيه قادي أول مرة اعترف رسمي من إسرائيل من صحيفة إسرائيلية إنه تم التواصل مع بين إسرائيل وعبد الفتاح السيسي 2018 عشان نتوسطه قالت إيه معريف قالت على الرغم من الغضب المستعر في القاهرة لم تتفوق الدولماسية المصرية تقليديا في العدوان قادي احتراف تاني إن الدولماسية المصرية الخارجية عندنا يعني تستطيع سمح شكري في الحياة إنها لم تتفوق إحنا عارفين إنها فشلت يعني فشلة مش بس مجلس الأمن والتحاد الأوروبي حتى في التحاد الأفريقي ما كانش لنا أي وجود التي تعبر عن علاقاتها الخارجية أحياناً مع شاكل داخلية أو تسير جنب إلى جنب مع قضايا أمنية في مصر يتاج الجزء الأكبر من الجود الأمني إلى الداخل إن اللجومة لأراضي دولة ذات السيادة هو عمل بعيد المدى بالنسبة لهم خذني بقى أنا إيه بس على آخر كلمتين الهجوم على أراضي دولة ليه إثيوبي يعني هو عمل بعيد المدى بعيد عمل بعيد المدى مش مطروح عند الجانب المصري زي ما الفقرة اللي ماد أراها من شوية إن كبار المصريين القيادة المصرية مش عندها أي نية لدرب عسكرية طبعاً تعرفين الكنيسة اللي عالفين الموساد الإسرائيلي والمخابرات الصونية عندها فكرة باللي بيحصل داخل المطبخ المصري قال لك ما عندهمش خالص ما عندهمش أي نية أي نية إطلاقاً إنهم ما يضربوا درب عسكرية فرفضت إسرائيل للتوسط الآن التطل إلى أن يأتي يوم قادم لمحالة لما إحنا يصبنا العطش في الفترة القادمة قادي أولى اعتراف الاسمي